صباح الخير وصباح الورد ولياسمين على كل مستمعات للا مولاتي فين ما كنتم من داخل وخارج المغرب كاسمنا لكم دائما صباح مبروك برفقتنا على ميد غاديو الإدعال قريبة منكم ومن خلال برنامج المرأة بامتياز للا مولاتي ومع فقرات متنوعة كلها إفادة كانت تحية جدا لجميع الأمهات لجميع المستمعات اللي كيرتاحوا دابا في العطلة للوليداتهم فكنتمنوا عطلة سعيدة لجميع الوالدين والتلاميذ والطلبة يرتاحوا باش إن شاء الله يكملوا في دراستهم بالنجاح والفالح بإذن الله نتمنى لكم تكونوا لآخر دائما من خلال فقراتنا اليوم في شيوات للا مولاتي فغد نقترح عليكم شيوات متنوعة كذلك غد نمشيوا باش نتعرفوا في المصابقة اليومية شكل الفائزة معنا اللي كدوز مباشرة لسحب القرعة للفوز بطاقة مديلدهب في نهاية كل شهر ونتمنحة سعيد لجميع مستمعات للا مولاتي كذلك غد نعرفوش كل مستمعات لشهيوات ديالها كذلك تختاروا معنا اليوم باش تقدمهم مباشرة وتحييل كل مستمعات اللي كيشاركوا بشهيوات من خلال الرقم ديال واتساب شهيوات كثيرة مو ميزة جدا وأكيد إن شاء الله غد دينا الفرصة على أننا نختاروهم ويدوزوا معنا مباشرة ويقدموا هاد الاقتراحات باش يفيدوا كل المستمعات وأكيد غد يمشيوا التواصل مباشر معكم مستمعين نبتداء من 11-12 إلا عندكم أي شهيوات نصائح منزلية ولا مطبخية عندكم أي طلبات مشاركة تواصلوا معنا وتصلوا بنا من 11-12 على 05-22-88-060-61-62 لأسف كان مفروض اليوم دوز معنا في شهيوات للمولاتي المستمعهودة الوجدية مقيمة بإسبانيا توفى لها الجد ديالها فاعتدرتها تصباح كذلك قدمت عزية للمستمعه ماليك أم إيمان اللي توفى لها الأب ديالها البارح فالله يصبرهم والبركة فراسهم والله يجدد عليهم الرحمات لله ما أعطى ولله ما أخذ فغد نتواصلوا معكم أكيد مستمعينا فخليكم دائما أوفية للمولاتي ما تمشيوا فين كجد ترحب والتحية صباحية لكل مستمعينا الأوفية وخاصة العادل تحقبنا اللحظة في البرنامج وغد يمشيوا مباشرة للشهيوات للمولاتي اليوم غدي اقترح لكم شيوات متنوعة غدي نبدو أولا بواحد طبقة ديال الحوت اللي هو مشكل ما بين الكالامار وما بين الكروكات ديال الميرلا فطريقة سهلة وتحياتنا لصاحبة هاد الاقترح لبنى الأشهب على هاد الشيوات المتنوعة اللي دائما كتتقدمهم لمستمعات فبالنسبة لهاد طبقة مشكل ولي انتمنا إن شاء الله وخاصة يعني مع نهاية الأسبوع لوليد الدواغاسين ممكن أن نكون شامعوا أعلى هاد الطبق ديال الحوت كي يجيزوين غدي نبدو بالكالامار في البنية ديال الكالامار فغدي ناخدو دوك الاخواتم ديال الكالامار دوائر إما مهم لكم اختيار الكالامار يكون أحسن ما كانش ناخدو غي السيمبيون قطعوها على شكل دوائر وذيك الساعة غدي ناخدوهم لنقطعوا الكلامار دوائر غدي نرقدوهم في زلافة في هالحليب مخلطة مع خمارة ديال الحلوة سنخلطوهم جيد ونرقدو في هالك الكالامار الحليب دائما معروف أنه في الكالامار يرتبوه بزافة وفي نفس الوقت الكالامار اللي خاف أنه يعني ما يعطيش طياب بزاف أو لم يخش للوقت ما يعطيش للوقت من الأحسن أنه يتفور باش كي بقرطب لأنه الكالامار فاش كيفوت الطياب فاكي ولي يعني بحل بلاستيك يعني ما كيبقاش في نهائيا يعني ما كتقديش عليه نهائيا فمن الأحسن نردو لي البال دائما الملكان بغوا نديرو الكالامار من الأحسن فوره أما بالنسبة لتبارك الله السيدات اللي متمكنت وطييد بطولة الوقت دياله فرا هو كي عندو قياس واحد ديال طياب فقلنا الكالامار نقطعهم على شكل دوائر أو نأخذهم على شكل دوائر ودائما الكالامار اللي نريد أن نقوم بعمل هذا البني نقطعهم رقاق لا نقوم بعمل فالكالامار مقطع دوائر رقاق ونرقضه في الخليط الحليب مع خمارة حمارة حمارة حلوة ونرقضه في الخليط الحليب مع خمارة حمارة 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 حلوة ونجعلهم مرقدين ونجعلهم مرقدين ونقلوهم بالطريقة العادية نجعلهم في الورق الشاف ونجعلهم حتى يتحملوا بالزفين ونحن حيثوا لأنه دائما يقصح يحلسك ونجعلهم أنه يتاكلوا أجل المشاف ونجعلهم حتى يجب عليهم بشكل حتى يجعلهم بشكل حتى يقومون بشكل حتى يكون لديهم جميل سوف نضع زيت سخونة ونضعها مجرد عندما تكون قليلاً قليلاً سوف نضعها ونضعها في ورق الشاف سوف نضع الكروفات القمرون بالقشور ونضع مقلة من الأحسن المقلة التي لا تسقط سوف نضع زبدة ونضع ملح لبزار قصبر ملح قبيصة الزعتر إذا كان مطحون يكون جيداً سوف نضع زعتر ونضعه 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 لا نحرك الكروفات لا نضع الكروفات لا نضع المقلة ونضعه فيها ونضع القمرون القمرون غير طيب لا يحتاج لطيب كثيراً وفي نفس الوقت الزبدة لقد تفتي القمرون ونضع الملح ونضع زعتر لقد مختلفة ممكن أن نضع المداخ من المداخ من المداخ من مداخ من المداخ ونضع الزجاج ونضعه حمارة جيدة ، ويدتك سعيدة ودى الحار نتعود المقلة نكتب على المقلة قيمة المكلة يجبها Palestinians س BLM نتعرض الملح لكي نريد أن نسخنه قليلا أو نقدمه ديك الساعة فعندنا البني ديال الكالامار وجدناه وكذلك القيبرون هكا السوطين بالكروفات مشحر مدابا سنأخذه هدوك الكروكات ديال الميرلان وهدو نتمنى أنكم تقود دائما ديرو هنالوليدات وخاصة الأمهات اللي عندهم مزالين صغر اللي متى يقنطوها كاف الحوت خاصهم بلاشوك فغادي نأخذه نسكيلو ديال الميرلان تكون كبيرة قد يستطيعون الجلدار كبيرة تكون مهبرة وعند أخرى microfiber سهلة قي حيدوا لي هذا الشوك ديالها فعندنا أخذه نسكيلات ديال الميرلان كبيرة أن نصطيعلمها حاد في هذه الهبراء يجب أن يحب القرار من الجلبة إعجبها وتجعله يأتي هذه تحب الأحوط لا توجد لدينا للمرنة مثل الفرخ وفي الوقت تكون مهبر تجعله نفس الطريقة تجعله مع الصول إذا كان مهبر وإذا كان السول كبير فهي الاختيار في الميرنة يأتي بنين ويأتي بجزوين ويأتي بل مكان ويأتي بحثة وفرخ حتى الصل تهوه جيد مهم هذا الاقتراح في الميرنة نسكيل هذه الميرنة كبيرة نغسلها ونخلقها ونخلقها مع السكيل البطاطا مسلوقها من قبل نغسلها جيدا بالتراب ثم نحيضها جيدا حتى لا يبقى فيها التراب نهائيا وعادة الساعة ندروا شوية الماء والملح ونزلوا البطاطات يتسلقوا بالقشرة من بعدها نحيضها القشرة ونتحنها في الطحانة اليدوية ونتحنها وانها ليست معاك البطاطا ممكن أن ندرها المهم انه تتعامك مزيان يعني ما بقاش تطرفات البطاطا سينين فهذا نسكيل البطاطا مسلوقها ومقشرة ومتحونة ندروا مع هذيك الهبراء الحوت ونديروا لها الملح، البزار، الكامون، شوية تحميرا، شوية قصبر مع دنوس مقردين رقيق، شوية تومة وانتوما دائما في العطرية لكم الاختيار على حسب شنو كتبغي وعلى حسب تنسيمات ممكن تديرو المداقات اللي بغيتو مثلا التوما والبصلة بودرة من الأحسن هو أننا نخفو شمية في العطرية نديرو عطرية خفيفة وتكون عطرية يعني يعني اللي بغينا نقولو بلدية يعني متحون على اليد ما نديروش مثلا التوما بصلة يعني ممكن أنه من بعد نبدلو اللي بغينا نديرو هادالكوكت ديال الميرنغير بوحدهم أولا مع الحوت ممكن نديروها ما نبغينا نديرو هادالطباق مشكل باشي يبقى في الماداق ديال الحوت فمالأحسن نديرو غير شوية الملح اللي بزار شوية ديال كامون شوية التحميرة القزبور ما عدنونس مقردين نرقيق توم ما مدقوقة مزيان يدري يسي يكون كبير شوية مدقو مزيان ممكن أننا نديرو شوية ديال حار حتى هو كي يجي مزيان وكنبقا نخلطو نخلطو مزيان حتى نحصلو على خليط اللي هو يعني بحل بحل عجيني سهل اننا نشكلو كيف بغينا وكنديروهم نشكلوهم إما يعني بحل معقودة هكا على شكل غريسات أو هكا على شكل صباعات بحل حرابل وكندوزوهم فالبيض بنفس الطريقة ندوزوهم فالشابلور وكنقليبهم الهبرات ديال الحوت علاش ما فورناهاش او لمطيبناهاش لانه هي مازال غاد دخول يعني فاتك الزيت سخون ودغيار كالطيب لانه غير هبره ومقطع طريفات فقلنا الميرنا غادي ناخدو الميرنا ونغسلوها نسلحيدو لها ديك جلده دياله ونخليو غير هبره وممكن إلا ما ما بغيتووش انكم مثلا نديرو حاجة طيبة ما حاجة مثلا ما طيباش فيمكن لكم انكم تفوروها غير واحد شوية يعني غير ديوء تعطيوها سخونية غير واحد شوية ديك الهبره سواء اي نوع دي الحوت غير تفوروه واحد شوية ومعاوري قديل الرند مع يعني دريس ديالتومه غير يتفور واحد شوية وديك السعب نحلو هديك الهبره نفرتوها مع ديك البطاطا ونديرو العطرية الملح اللي بذال كامونت حميرة القذبرو مع دنوس والتومه شوية ديال الحار اللي تيبغي الحار او لغير واحد شخفية فتا وكعت المادا ونخلطو كان معكم زيان هذا كل حوت مع البطاطا ومن بعد نخلطوهم ونديروهم غريسات او لصباعات على حسب الرغبة اللي بغيتو او لها كايكونوا بحل الكويرات بحل شكل ديال البيضة كيف ممكن انكم تبسطوهم على شكل غريسة او لحريب لاتصباعات بحل شكل الدواء رغبة كلها لنمبغي نقدمه بعض الطبق ونديرو هدو الكوكات ديال الميرنا او لسواء درناها كوكات ديال الفرخ او كوكات ديال الصول كان ديرو هدو اللي قلينا هدو اللي يجيو على شكل غريسات او لصباعات كان ديروهم في الوست وكان ديرو ندوروي هذه الكوكات كان دور عليهم هدك البانية الكلامار اللي حدرنا مع هدو الكوكات مشحر ودوائر ديال الحامض فكي يجي طبق مشكل الطريقة دياله سهلة وبزاف اللي كي تشهوا على برة وعلشي ما نصيبوش في الدار كي يجي زوين بزاف نتمنى تكون وصلتكم الفكرة ديال هاد الطبق ديال بني بالكالامار والكروفت مشحر والكروكت ديال ميرلا ومن بعد ديك ساعة ممكن انكم تجمعوهم شمع بعدياتهم مرة دوائر ديال الكالامار ديروهم في اقتراح الكروفت هكا مشحر يبقى عندكم غير شوية مع شليدة هاد الكروكت يعني ممكن انكم تصيبوهم الولدات وتخليوهم في الكنجيلاتور في المجمد وفق ما تبغيوهم يعني كتخرجوهم بسهولة وديرو ديال السيمانة فراكي يجيوزوينين طريقة ديالهم مساهلة وكيف قلنا راه ممكن زيدوا اضافات بحل دبا زيدوا حتى السوريمي مثلا مقطع طريفات صغيرين مع اي نوع ديال الحوت باشي غلب عليه فالمادة قات مختلفين وطبق مشكل نتمنى انكم تجربوه ولداتكم والافراد لأسرة وبصحة والراحة هادي نتوقفوا مع فاصل غنائي وغادي نرجحوا باش نقترح لكم غاتن ديال الدنجال والبتاطا وكذلك واحد جاج في الفران لي هو سهل في الطريقة دياله دغيتي وجد اللي قنا بيكون مستمعين ما زال مستمر دائما من خلال فقرتنا المتنوعة وما زال مواصلين في شيوات للمولاتي باش نقترح لكم غاتن ديال الدنجال والبتاطا وكذلك جاج في الفران طريقة دياله سهلة نبدأوا بالدجاج والفران اللي ممكن أن نكون صيبوا لغضاء فغادي نحتاجوا للدجاج على حسب الكيمية اللي عنا بحسب الدجاج مقطع على أربعة ولا على حسب أفخدات هكاش نيوحات يعني صدر فدجاج مقطع طريفات وعني بالعظم دياله مقطع هكا مقرد وغادي ناخده بالنسبة للدجاج دائما مغسول من قبل من الشف مسقطر مزيان يعني واخد وقته ما نطيبوش في نهاره وبالنسبة للشرم والا سنحتاجوا سنقصبر مع الدنوس مقرد رقيق ثلاثة درسة ديالتومة متقوقين مزيان عصر ديالحامضة شوية ديالكامون شوية ديالتحميرة شوية ديالملح شوية دياللبزار شوية ديالموتارد وشوية ديالزيت البلدية سناخده قلنا في الشرمولة باش نرقده فيها الدجاج سناخده قصبر مع الدنوس يكون كتير شوية يكون غالب يعني قصبر مع الدنوس مقرد رقيق ثلاثة درسة ديالتومة متقوقين مزيان عصر ديالحامضة صغيرة شوية ديالكمون شوية ديالتحميرة شوية ديالملحة شوية دياللبزار شوية ديالموتارد شونية الحرة هذي كيبقى دائما كنتكروها لحسب اختيارية دائما اي حاجة في الحر كتبنينا وغذي نخلطوها بشوية ديالزيت البلدية هذي نخلطوه هذا الشرمولة مزيان يعني بعد ما قطعنا القزبر ومعد نوس رقيق وزنالي التومة والموتارد والكامون والتحميرة والملح واليبزار والزيت البلدية وعصر ديالحمضة نخلطوه هذي كله مزيان ناخدو هذي القطع ديالتجاج نحاول ناخدو الراس ديالموس ونبقوها نديرو فيهم تفليحات ولكن ما نحلو مش بزاف يعني تفليحات او لن تكوهم مزيان ونرقدو هذي تجاج في هذي الشرمولة ونخليوهم معناش الوقت يعني ساعة كافية ما كانش يعني نديرو ساعة ساعتين نصنهار على حسب يعني ممكن نصيبهم فوق نجيبوا تجاج ونخليوه للكاملة هذه الساعة الغدليهم ممكن ناخدوه ونشرملو تشرميلات مختلفين ونضيرو في المجمد بالنسبة السيدات لمضافات او للمعنهم مش الوقت ووليداتهم كيبغوا ضروري انهم يجيوا فصعيب على ان المرأة مثلا يعني تكون قيمة في الدار وفي نص الوقت يعني كتشتغل انه تصيب يعني شهيوات والوليدات يعني كيبغوا انهم يكلوا شي حاجة من يدين يعني ماماهم فضروري على انه الواحد اللي ما عندوش الوقت ينضم الوقت ويقاد الامور يعني في واحد السبت او للحد تاخذ واحد صباح وتحاول انه يعني من يتقدى تقدم مسائل ديالها تصيب كل شي وديرو في كونجيلاتور من سمانة سمانة هكذا غدي تولي تخرج وتصيب فعال الاقل غتكون هي شوية مرتاحة وحتى الوليدات غيكون نحوي جا تخدوهم في الدار في الصباح ونقاد على حساب الغداء يعني ساعتين ثلاثة ربعة ساعة سيكون مزيان فمال اللي نرقد ونخلي ونشرب هذي شرمول مزيان تلك الساعة ناخد لطا الفران او المول الجاج اللي يدخل الفران لكو الاختيار ندهن وذلك الساعة ناخد الدوائر البصلة من الأحسن تكون البصلة البيضة لأنه مزيان ومزيان البصلة نقطعها على شكل دوائر ونخلي ها غليطة سوف نفرش على الدجاج ونفرش هذه البصلة ونضع طريفات الدجاج بالشرمول ونضع الشرمول ونضع الماء ونخلي ها في الجوانيب اللطا ومباشرة نضخلهم نغطيهم بالكاغيت يعني ورق الطبخ وعاد فوق من الورق الالمينيوم نضع مباشرة ونضخله الفران الفران نضخله على عافية متوسطة ونخلي طيب على خاطره ومن اللي كاتب لنا نحيد الكاغيت بجوج يعني نحيد الكاغيت الطبخ ونحيد الورق الالمينيوم ونشعل عليه الفوق مزيان نزيد شوية في الحرارة باش يدهب لنا اللون دياله ونقوم يحمر لانه دائما الجيش في الفران نبغي الصفر او لا يعني خضيرة مشكلة يعني مفورة من قبل او لا ممكن نقدموه مع شلدة فعلى حسب اللي موجود عندكم او لمقبيلات مثلا فكي يجي سهل كي يجي شرموه سهلة في هال قصبر مع دنوس ثومة عصر الحامض شوية الكامون وتحمير شوية الملح شوية البزار شوية الموتار وزيت البلدية وقلنا الحار اختياري وكان نشرموه مزيلا هذك الجاج ومبعد نفرش في اللات البسلة دوائر من الأحسن تكون بسلة البيضة وكان ديرو اللي عندها الشامبينيون تري شامبينيون فخي هذك تهو صراح يجي فكرت فالفتر يعني تري من الأحسن ننغسله عادي وننقي ونخلي هيني هو تيكون هذك الجاج هو كنديرو ممكن أنكم بالنسبة الوليدات ممكن أنكم تضيفوا البطاطا يعني بتاطا يعني تقطعوا على شكل دوائر وتستفوها ما يجي فين الطيب الجاج هذي الشامبينيون الفقع هذي طيب البطاطا والبصلة هذي خاصة بالنسبة الوليدات يعني تيبغوا أنهم يأكلوا طريف الجاج مع بطاطا مهمة عندهم ومع بصيلة هكا ومع هذا الشامبينيون مدق الوزوين محايد فكيبغوا لوليدات كندن يعني لأنه ما في شي مدق اللي هو مجهد هذا شي علاج يكون مقبول فنتمنى تكون وصلاتكم الفكرة لها الاقتراح ونمش الاختراح الثاني وهو قراطا للنجال والبطاطا فبالنسبة لها قراطا ممكن أنه خفيفة ممكن أننا ندروه يعني بكل سهولة سنأخذ البطاطا سنسلقوها وبطاطا سنغسلوها مزيان ونخليوها بالقشرة حتى تسلق لنا دائما نخليو البطاطا بالقشرة غير هو تغسل مزيان وخاصة اللي كتكون فيها الطراب نحكوها بدك الشيطة تتحك لنا مزيان وعاد دك الساعة ندروها في المنق البطاطا تبقى شاد دم الداخلي يعني تبقى مجموعة ومزيانة ونشرب داك الماء بزيف فقلنا نسلقو البطاطا من بعد سنحيط لها القشرة ونمع كوها مزيان ونضيليها الفرماج الملح البزار تحمير القذبر مع الدنوس وهذه البطاطا سنشكلوها على شكل حريبلا هكي صبيعات يكونوها كصغر القياس الدنجال سنأخذه من جهة أخرى سنأخذه الدنجال سنغسله ونقطعه بشكل طوال شرائح طويلة سنقطعه شرائح طويلة ودائما تختار الدنجال تكون رقيقة لا تكون غليدة ونقطعه على شكل شرائح بالطول ونقليهم غير نسقليا نأخذه الزيت ونسخنوه ونقلي الدنجال على جيتين غير واحد نسقليا لا نخليه مرقاق بحل ورقاق هذا الدنجال كطويل وندهنوهم بشوي دير سيت ونديروهم في الآلة البانيني يعني البانينيز نديروهم ونخليوهم حتى يكون فيهم الخطوط وفي نصف الوقت ينزلون ينزلون على جيتين فالساعة لحسن اختيار دلكم بغيتوا انكم تخليوه واحد شوية نسقليا وتهزو يكون مقطع شراء حقيقة كيف ممكن انكم دوزو في الآلة البانيني ندهنوهم ونخليوهم حتى انهم نشوف انه الدنجال يعني بدك يخضر يعني بدك يطيب وفي نصف الوقت يعني وليف ذوك الخطوط وكنشوف انه نزل ومباشرة ناخد كل شريحة دي الدنجال طويلة نديرو في هذا الحريبل البطاطا وكاللويو حتى نحصل على كل دنجال يعني معمر بدك الحريبل البطاطا وملوي مزيان نحصل على الدنجال معمر البطاطا من بعد ناخد المول الذي يدخل الفران او المول الذي يكون مربح ندهنوه بزبدة ونستفو هذا الدنجال معمر البطاطا نستفوه مزيان واحدة واحدة وحل شهدا واحدة واحدة وذلك الساعة ناخد السلسة الماتيشة لكم الاختيار سوف تدخل ها من الفوق ودخل الفران حتى يبدأ نتشوي جميع ونرش بالفرماج كيميا الفرماج انواع الفرماج مثلا فرماج حمار مولزاريلا شيدر على حسب المتوفر محقوق ونضع لكي الفرماج يدوب على القطاع البنجال كيف ممكن مرة تدرو بسلسة الحمرة سلسة الماتيشة مرة تدرو بسلسة البشاميل سلسة البشاميل ونضروها خفيفة لا تكون تقيلة بزيف ولا تكون خفيفة بين وبين ونضع المغرفة ونضع الدنجال من الفوق وندخل الفران حتى يتجمع البشاميل على الدنجال ونضع الفرماج من الفوق لكي لا يتحرك لنا فهذه هي الطريقة يأتي بنين ونضع البشاميل القطاع أو القطاع من نجال معمر بالبشاميل أو بسلسة الماتيشة من الفرماج من الفوق يأتي بنين فغير هو ينسل البشاميل ونضع البشاميل ونضع الفرماج مثل مربع الملح والحمير ونضع مع الناس مقرد رقيق ونضع حر ونضع حري بلات صباع تقريبا صغر ونضع البشاميل ونضع البشاميل ونضع ونضع شرائح طوال رقيق ونضع البشاميل ونضع بطريقة سهلة أو نقل ونصقل ونضع ونضع شرائح رقيق ونقل مباشرة في الساعة نضع الدنجال طويلة ونضع حريبا ونضع حريبا ونضع حريبا 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 حتى ونضع حريبا ونضع شريح ونضع البطاطا ونضع حتى نضع حشو ونضع بالبطاطا مع شرائح ونضع البشاميل القلب مربح نستفو فيه ندهنو شوية زبدة نستفو هاد نجال معمر بالبطاطا وقلنا نهزو من الفوق نديرو إما سلسة دي الماتيشا إما سلسة البشاميل لحسب كين بعدو ما تنبغيوشي حاجة حمرا بعدو ما تكنشيها وشي حاجة بيضا فعلى حسب السلسة اللي بغيتو سلسة إما بشاميل ولا سلسة دي الماتيشا ولا سلسة بولونيز هكا بالأعشاب فلكم اختيار يعني ديرو فيها زعتر ديرو فيها الأعشاب منسيمة وجدوها وديروها من الفوق ودخلوها الفران من اللي كيتاب لنا من اللي قرر بي نزلوه ديك الساعة هو مازال سخون ديرو عليه أنواع دي الفرماج ونخليوه تكيدو بعليو كيتعلق عليه وديك الساعة كنقدموه لأفراد الأسرة اقتراحات ليهما سهلة اخترينهم باش كون عند الأمة هات فرصة لأنهم هاد العطلة يعني يحاولوا يديرو حويجات ليهما سهلين وخفف لوجدوهم هادا قغتنا عشيوة يعني سهلة وضغية كتوجدو خفيفة نتمنى تكون وصلتكم هاد الأفكار وده بغضين توقفو مع فاصل وغضين فاصل اياه وودي نرجعو مباشرة لنا باش نتعرفوه في شكل المستمع المحدودة اللي ربحت معنا اليوم في المسابقة اليومية شاركي وربحي كل يوم مع اكسات اكسات كل ما تحتاجيه من المنظفات المنزلية اكسات للحياة رائحة متميزة دان مستمعنا غدي مشيون تعرفوه لشكل المستمع المحدودة معنا اليوم للفوز في المسابقة اليومية واللي الصور اللي بعتت لنا كيدوزوها مباشرة لسحب القرعة وان شاء الله تكون من بين المحدودات الفوز بتاقم ديالدهب فتحيتنا المستمع حننعلوش من الفقي بن صالح مبروك عليك ربحتي منتوجات تنظيف من منزلية مهدات من اكسات بالاضافة لانا كيدستي لسحب القرعة باش كون عندك فرصة كبيرة انك تربحي ان شاء الله في نهاية كل شهر التاقم ديالدهب كيف ما ربحته في اول شهر يعني المسمعه سلواء بن موسى من فاس حننعلوش من الفقي بن صالح الرقم الهاتف اللي بعتت به الصور كان ديالزوج ديالها لانه تواصلنا معه دابا وورا في العمل فصعب عليه انه يتواصل معنا على المباشر وفي العمل لا يفقه فتحيتنا الحنان هلوش من فقي بن صالح ونتمنى انه يعني لاجهة الفرصة انه تواصل معنا من خلال البرنامج حتى انتم مستمعين وزيدوا دائما نضع في الحضور ديالكم بعتوا بصور فيهم منتوج ديال التنظيف اكسات باسمية والكنية هكا في ورقة والبلاصة اللي انتم منضفتوا وبعتونا بهات الصور على الرقم ديال الواتساب اللي هو يعني 056-87-70-55 056-87-70-55 واكيد على انه في نهاية كل شهر فرصة كبيرة انكم انتم مستمعات للمولاتي انكم تكونوا محدودات للفوز بطاقة مدية الدهب وحتى سعيد لجميع مستمعات للمولاتي اللقاءنا بيكون مستمعين دائما مازال مستمر من خلال البرنامجة للمولاتي وغد يمشي مباشرة افتصال وتواصل مع المستمعين اللي يتختاروا شيوات ديالها على انه تقدمهم مباشرة معنا في البرنامجة وتستفدوا منهم في نفس الوقت فالمستمعات المحدودة اللي ربحت معنا من توجدت من تنوع مهدات من دامتي وإيديال هي سعيدة شارب من مراكش تحيتنا ليك وصبح الخير للا سعيدة بارك الله وفيك الله يخليكم ديما فرحانين وناشتين الحمد لله بارك الله فيك اختي سعانا وكنشكرك 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 كله اللي صار علامية غالية مرحبا بسلامك شكرا لك بزاف سعيدة شاركتي يعني باقتراحات واللي هي فاطرة ياك ملحب بوحشوة ديال الخضراء بريوش ملحب الخضراء وكذلك كاشير ولا يعني ملفوف لا لا ملفوف ملفوف ديال الجاج معمر بالبيض وبطاطا والبيض طريقة دياله سهلة وزوينا ومتمنى ان المستمعات يعني يجربوا هالويدات دياله رائع وكنت منك على المستمعاتي اكيد ايه يلا تفضل حنا تفضل سعيدة نبدو اه بس نبدو بريوش مالح ولا روز اللي بايس يلا نبدو بريوش مالح اه على بارك الله بسم الله اه بريوش مالح كنا اخدوه في المقادر زلافة ديالة الدقيق اهم النوع الممتاز ايه شوية الملح اهم جوج اه معلقية الزبدة ايه معلقات الخميرة اهم وكن ناخدو نصف ليتر ديالة اللي بدافي ايه باش من اللي كان نبدو نخلطه في العاجين كان نخلطه تدريجية حتى نحصله على العاجين ليين ايه تكون نشين على الطبع اهم وكن نخليه وكنتركوه يرتاح شيء قريبا عشرين دقيقة اهم ومن بعد كان نشدوه كان نبسطوه بالمدلك اهم من بعد ما نبسطوه بعدا نخدوه سنطيبو الحشوة ايه فعلا اهم الحشوة كان ناخدوه البطلان شحراء الفلفلاء الدجاج اهم ضامة اه الدجاج ايه العطرية البزار شوية حمارة الملح اهم اهم ايه 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 امام حتى كان وجد هاد الحشوة عاد كان نرجع العاجين كان بسطوه كان شد هادك الحشوة من لي كان بسط العاجين زيان كان شد هادك الحشوة كان ديره في الواسات اهم اهم كان ناخد الجيه العليا كان نردها على ذك الحشوة ايه وكان دهنها بالبيض في اصفر البيض اهم وكان جيب الجيه الخراطة نديرهم على شكل كان تقول لي ذاك العاجين وشكل مستطيل ذاك البريوش ايه وكان دهنها باصفر البيض وكان مرش عليها شوية الجمجلان ولا اللي بغى ايه البافو البافو اللي كان ايه كان دخلوها الفرن بسطحها باش المستمعات يفهموا من اللي كان بسطوة ذاك العاجينة بالمدلكم زيان كان جي مستطيلة كان ديروا الحشوة في الوسط هكا طويلة وكان طويوا عليها الجهة اللي منية بحل كيف كان ديروا في الرغيفة وكان دهنيها ومبعد كان تديري الجهة اللي سرية ايه وكان دهنيها وعاد نديرو زرارة او اللي بغينها وكان شد اختصان اسم شرية ايه تفضلي اللي خليك من اللي كان جيجوش وكان نقاعد بهم كان اخذ واحد سكين ايه وكان طراصي هاكا بحل كنفتحها شوية اه قبل ما تديري مزرارة قبل ما نديري لبيض لبيضو ترشي ايه يعني من اللي كتطويهم كتتفلحيهم بحل غي بالفوق يعني غي بشبان شوية ايه يجلي دو السكين هاكا ايه تتزيني بها لا تكسح لا تتاخدش طيب بزاف وكتجي رائع فعلا هي كتجي طويلة عائلية فصراحة وذلك ساعة نقسموهم تبارك الله عليك لا تكسح تبارك الله عليك هذا بنسبة البريوش معمر بالخضرة خليك معنا سعيدة أكيد ما زالين مواصلين سننخذه ثاني اقتراح من عند سعيدة شار من المراكش اللي هو ملفوف دي الجاج معمر بالبيض بس حالة مضمة واتاتك غزالك تحمق جاتني هادية وهذه هي الهدية وإلا فالة هذه هادية من دامتي وإيديال إيوه شنو المناسبة؟ إيديال ودامتي كتحتافل بعيد ميلاد ستين سنة رهمي آيات الهدايا ومضمة ديال دهب كل شهر وكيفاش ندير حتى أنا؟ كتستعملي إيديال ودامتي معلك غير جمعي جوج أغليفات إيديال وجوج أغليفات دامتي إما تبعتهم على العنوان ميد غاديو فضاء 55 سرقتوني طابق الخامس أدى البيضاء أو تسلميه من بقى المعتمد هي نجمع ربعات الأغليفة إيوه رهم ضمها ديال دهب إذا نواصلو مع سعيدة شير مراكش تفضلي بالنسبة القتراح ديال الملفوف ديال كفتا يك ديال جيج معمر بالبيض ديال جيج كفتا كان ناخده صدر ديال دجاج وطحون وكان ناخده جوج بطاطة نسلوقين وكان نشوي جوج في الفلاس وحدة حمرة وحدة خضرة واللي ما عندوش هذه الخضرة ماشي موشكي وكان ناخده البيض أربعة وضيضات نسلقوهم مهم مليكة طبنا ديال كفتا كان نشدوها كان نمعكوها مزيان مهم كان نزيدو عليها دك الفلفلالي شوينة مقطعرقي قذف مهم وكان نخلطوها مع دك الدجاج وكان نديرو ضامة ديال 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 دجاج مهم وكان ديرو شوية التحميرة وشوية البزار وشوية الملح مهم وكان ديرو واحد من قيطة ديال تزيز باش تجمع لينا ومعدنوز وقطعتها ورقيق وكان نجمع الخالط كله مهم كان نشد رولو ديال السولوفان مهم كان ندفطو وكان نحط عليه هادك الخالط اللي درت مهم كان نقرصو بحشكل بحشكل قريصة هاته حشكل خضيصة مهم كان نقرصو ما تكونش رقيقة بزاف مهم وكانتش في هادك البيض اللي اللي سلقت مهم وكانشد هادك السولوفان وكان نحاول دير حشكل كاش اي نجيب ذاك الرور كان طويها ونعود نطويها ماشي كان نجيب الجيهة الخرا خمتين اختسانة ايه هي بفهم مهم طافي وكانتشدهم من جناد ايه حتى ذاك الكفتة كلها كتغطي ذاك البيض تغطي ذاك البيض ايه جي طويلة وكانحاول نغطي ذاك البيض وكانحاول نعنا من جناد اختسانة وكانحاول نجمعها من جناد باش تجي مغطي من جناد دي ولي داك دي الرولو جناد دي الرولو دي السولوفان ايه دي السولوفان نحاول نسمع ايه ناخد ايه من جناد ايه ونحاول نجمعها وندفعها بحل كندفعها ايه تدفعها من ليمن ومن ليسر هكا وبيض في الوسط وكان نعطي هذه السولوفان بزيان ايه وكان نديرها في الكسكاس في البرما كاتفور تفور واخا من اللي كاتفور كنحسبها طابس كننزلها بشوية كنحطها في شي ايه طويل ولي شي بلاتو ندخلها المجمد. ايه. خليها كان خليها تبرد مزيان لحق الشي اللي بغتي تقطعها لما كانتش برد مزيان كتفرت لينك. ايه. مليك تبرد مزيان كان جبدو كان قطعها كان هاكوا. قطعها يا باش كي بان ذاك البيض على شكل دوائر. بان ذاك البيض ملوس. ايه. والله تكسحة بارك الله عليك يعني بجوجه مقترحة مميزين وسهلين. والله تك الخير. بارك الله فيك. سعدني الحد في جميع البرامج. والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. والحمد لله. تحياتنا لك سعيدة شارب المراكش مشكورة جدا. وربحتي معنا منتوجات متنوعة مهدات منضمتي وإيديال. باش ديدوا تبينوا الحدقة ديالكم بهاد المنتوجات وما تنسوش المصابقة الكبرى اللي كتمنحكم يعني مضمت ديال دهب. أسابيع قليلة كتفصلنا على الفوز بمضمت ديال دهب. ولينتمنى أن تكون مناصيب كل حدقات المغربيات فين ما كنتو يكفي أنكم توجدوش هيوات يعني بهاد المنتوجات وغادي تاخدو الغلافات ديالهم في كل جوا أو في كل برا ديرو جوج غلافات ديال دامتي مع جوج غلافات ديال إيديال. وخليهم يعني يسافتوهم على العنوان وهو إداعة ميد غاديو فهذا الزرقتوني 55 الطابق الخامس الدربية نعود لكم العنوان إداعة ميد غاديو فهذا الزرقتوني 55 طابق الخامس الدربية هدا هو العنوان اللي تسافتو في هاد البراوات في هاد دربعة ديال الغلافات منوعين ما بين جوج إيديال وجوج دامتي وفي نفس الوقت يعني يقدما ضعفتو الحضود ديالكم بعتوه بالعديد وبعتوه بالعديد من يعني الاقتراحات أكيد عنو بالنسبة الناس اللي هوا مقرأ بالدربية يمكن لهم أنهم يعني يجيوا مباشرة وينزلوا البراوات ديالهم وما تنسوش لأنو بذات المستمعات كي يسولوا فالمسابقة اللي هي فيها رقم ديال الواتساب منسبة المستمعات اللي كي بعتونا بشهيوات في مصورين واللي كي دوزوا معانا من خلال البرنامج من خلال البرنامج فهدو بالنسبة هاد المستمعات هدي مصابقة اللي كيربحوا فيها فقط منتوجات متنوعة وكيشاركوا بالاقتراحات ديالهم أما المصابقة الكبرى اللي كاتمنحكم ضم ديال الدهب فضروري على أنكم تصفتونينا الغلافات في العنوان ديال ميد غاديو أو لللي قريب للدربية يجي مباشرة المقر ديال راديو وينزل هدوك البراوات وقدما أكيد يعني بعتو بالعديد من البراوات فيهم ولتزمتو فيه بقانون المسابقة قدما كدع فوق الحضود ديالكم للفوز بمضمة ديال الدهب كل شهر وحد سعيد لجميع حدقات للمولاتي لقاءنا بكم مستمعين ما زال مستمر دائما من خلال فقرتنا المتنوعة وغادي يمشي مباشرة استقبال مكالمتكم الهاتفية نتعرف الحدقات ديالكم من مختلف مدن نوء أقلي من المغربية واللي مرحبا بها دائما على صفر خمسة تين وعشرين ثمانية وتمانين سفر سفر ستين وواحده ستين تنين وستين بالنسبة للمستمعة اللي سولت على البريوش اللي قدمت لنا دابة سعيدة ففي العجينة هي سولت على العجينة ففي زلفة ديال طحين فورس من نوع الجيد وشوية الملحة وجوج معالق كبار ديال الزبدة ومعلقة ديال الخميرة المعجونة ديال الخبز وانسيطرو ديال الحليب دافي باش نجمع عجينة هدا اول العجين ديال بريوش زلفة ديال طحين فورس من نوع الجيد قبيصة ديال الملح جوج معالق ديال الزبدة كبار معلقة ديال الخميرة المعجونة ديال الخبز وانسيطرو ديال الحليب دافي نخلطوا المقادرية لي یلا ولا كام Elaine تحين والملح هوا الزبدة والخميرة المعجونة وكنخلطوهم لديا كنبقى نضيفو ديال حليب دافي شوية بشوية شوية Nederland حتى توجمع لنا العجينة تكون عجينا ارتباء ومرخوفة وذيك الساعة نخليوها كترتاح واحد تولو تساعة من بعد ملي كترتاح لنا كنبسطوها بالمدلك كنقوم بسطوها حتى كتجينها على شكل مستطيل وكنكونوا ذيك الساعة ملي هي ديك تولو تساعة كترتاح لنا مشوا نديرو الحشوة اللي بغينا ممكن يعني الحشوة فيها يعني الحشوة فيها حتى تبرد مزيان وكنصفوها من ذلك الزيت وكنتصفوها من ذلك الزيت وكنت برد ضروري ان تتبرد باش ما تقطع عجينا ثم مباشرة كنناخذ العجينا كيف قلنا كنبسطوها بالمدلك بعد مرتاح لنا 21 دقيقة تولو تساعة والحشوة وجدات لنا وبردات ونضرها يعني في ذلك الشبيكة باش كترتاح مزيان وعد ذلك ساعة نزل لف واحد زلافة ولا تبصيل ومباشرة كناخذ هذه الحشوة كنبسطوها في الوصف هذه العجينا اللي قرسناها بالمدلك فكتولي يعني موسطوها طيلا هكا تعريضة وكنديرو الحشوة هكا في الوسط وذلك الساعة كان ناخدو الجهة الليمنية او الجهة الاسرية نبدو بها بحال كيف كان ديرو فرغيف او لف مسمن فاش يلا كان بديو نبغو اننا ننطويو كان نجيبو الجهة الليمنية مثلا وكان حاولو على انو نجيبو كذلك الجهة تانية يعني الجهة الليمنية ونجيبو الجهة الاسرية وقبل ما ندهنوهم كان نفلحوهم شوية بالموس باش كي يجيونا يعني اما علامة زائد ولا علامة في يعني هكا كنوع من تزيين ما كان فلحوهم شو يعني مزيين وانما غير نوع من تزيين حل كيف كان ديرو في الخبيزات ومباشرة كان دهنو بالبيض وكان نرشو بزرارع نرشو يعني بالليم توفر البافو ذاك الخشخاش او لا زنجلان او لاي نوع بغيرنا ثم مباشرة كان دخلوها الفران حتى كان طيب لنا مزيين وكانت تحمر ومن اللي كان خرجوها فكان قسموها على شكل مستطيلات كتجي الحشوة بين من اللي كانت تقطع فهذا بالنسبة المستمعى لي كان طلبت البريوش كذلك كان الاقتراح التاني اللي هو ملفوف ديال الكفتة ديال الجاج مع مرة بالبيض مسلوق فبالنسبة لانه المستمعى هاتس دابة في الواتساب يعني تلبوهم فبالنسبة لهذا الاقتراح التاني فغادي ناخده صدر ديال الجاج هو من الاحسن من الاحسن اما ناخده صدر ديال الجاج يكونوا صينين ونقطعوهم طريفات ونديروهم فتحانة عنده تخوة كيتحنوا من اللي كان ناخده الجاج وكانتحنه احنا هي الصراحة كي يجي مزيان لانه كان عرفو انه ديك ساعة الهبرات ديال الجاج بقى جديدة يعني ما نطحناتش واحد الموت دا وبقات فمن الاحسن دائما فنبغي نديرو مثلا اي حاجة فيها ديال الجاج مطحون سوأ لك خوكات هاكا بنسبة لوليدات من الاحسن لانه ناخده صدر ديال الجاج ونتحنو حنايا وبالنسبة لهاد المقادير ديال هاداك الغولة او لملفوف ديال الكفتة ديال الجاج مع مرة بالبيض مسلوق فغادي ناخده صدر ديال الجاج مطحون مع جوج ديال بتاطات مسلوقين وجوج ديال الفلف الألوان الحمراء والخضراء ومكانش ديرو إيماج حمرين او لجوج خضرين اللي متوفر يعني جوج في الفلفات مشوية من قبل وربعة البيضات المسلوقين هذه المقادر سهلة صدر الدجاج مطحون جيد البطاطات المسلوقين لفلاف المشويين الحمراء الخضراء وربعة البيضات المسلوقين فسيطيب البطاطة مسلوقية ومن بعد نضيفه لفلاف الحمراء الخضراء المشويين لقطاعات رفاة صغيرة ونزيده جج يعني زيده جج معيه جيد نضع البطاطا مع الفلفل مع الجاج من بعد نضع العطرية اللي بغينها شوية الملح اللي بزار تحميرها شوية الحارة نضع واحد اقتارة ديال الزيت نضعه مع نوس يعني ربع مقرد رقيق ضروري انو يكون مقرد رقيق ومن بعد نجمعو هاد الخليط نخلطوه نخلطوه مزيان من بعد ناخدو داك الورق السلفوريزي و نبسطوه مزيان يعني نزلو من بدر الورق السلفوريزي و نبسطو هاد الخليط و نبقاو نهزو هاد الورق السلفوريزي بايك كان ندير الكاشر من سيط البر masala ونسيت البيض مسلوق فمن وليه كان لبسطوه مزيان هادك العجين هادك الخليط يعني لابغين نقولو بحدي الكاشر من مني كان لقدانه نبسطوه في الوسط ديال الورق السلفوريزي كان ناخدوزك البيضات مسلوقH و STEM LEE كانت الكيميّا اكترى غدي تزيدو في البيض مثلا نينفعوذ 4 ديمة إذا كانت كمية أقل ديال العجين سوف نقوم بعمل بيضات أو ثلاثة على حسب سوف تستفو واحدة بشكل طولي فوق هذا الخاليط اللي بسطنا نستفوهم من بعد كان هزوه بالورق يعني السلف غيزي وكان بقى ندون غي كان هزوه الورق كيتبعنا هذا الخاليط ديال الدجاج كيتبعنا من الجهة باش كي يغطي ذاك البيض مسلوخ وكان بشيوه الجهة واخرى وكان بقى وغادينا نحن نخدمه حتى كان جينا يعني مغطية مزيان وكان عقدوها على جهتين بحل كاشير كان عقدوها من ليمن ومن ليسا ونعاود نديرو لها يعني ورق ديال السلف غيزي مرة تانية وثلاثة حتى يعني كيتسدلينا مزيان باش ما يخر شوي دكسة ديالو يعني ديال البوخار ديال الكسكاس ما ترجع لي فمن الأحسن أنه نغطيه مزيان لفو مزيان ونعقدوه مزيان دوك جناب ديالو ومن بعد كان ديروه في الكسكاس كيتفور بطريقة عادية دغية كي يوجد دغية كي يقبت راسه تقريبا يعني ماشي وقت كثير وكنخليه هنا حتى كي يقبت راسه مزيان وكي يتجمع وكي طيب لنا ذاك الملفوف اللي معمر بالبيض ديال الجيج ومباشرة نخليه حتى كي يبرد مزيان ما نديرو شي حاجة سخونة يعني في تلاجة نخليه حتى كيتبرد مزيان من لي كيتبرد لنا مباشرة كنديروه في المجمد تقريبا واحد ساعة من بعد ساعة وهذه الساعة كان في المجمد من اللي دخلناه للكونجيلاتور ساعة لك ساعة من بعد ساعة كان خرجوه وهذه الساعة كان قطعوه على شكل يعني دوائر ومن اللي كان بغير نقطعوه كان قطعوه تقطعوه تكون شوية غليده مشي تقطعو الكاشتير تكون شوية غليده مشي نضربوه حتى ذاك الفلاصة اللي فيها يعني البيض مسلوق فكتجيب حلعين يعني كي يجي دوائر ديالكفتة فيهم هذك البيض بالنسبة لهذا الاقتراح ممكن ديروه في خبيزات الوليدات ممكن مع شليدة ممكن أن نزينو به الأطباق ديالنا أو لشليدة ديالنا أو لأي طباق مثلا نحنا درنا ممكن أن نزينو بهذا الدوائر ديال هذك الملفوف ديال الجاج بلبيض فهدينا نتوقفوا دبا مع فاصل غنائي مستمعينا ونرجعوه باش نتقبلوا مكالماتكم لهاتفية ونتمنى تكون كل المستمعات اللي كانوا طلبوه هذ الاقتراحات يكونوا في الاستماع ويوجدوهم بسحارة مازال لقاء مازال التواصل كي يجمعنا بكم مستمعينا دائما من خلال برنامج المولاتي ومع فقرات متنوعة كلها إفادة غدا يمشيوا مباشرة لاستقبل مكالمتكم لهاتفية وناخدوا أول مكالمة معنا ماليكا من تيزنيت ألو ماليكا ألو مصباح الخليل لسانا مصباح النور ماليكا لبس عليك كديري لبس عليك الحمد لله الله يبارك فيك مرحبا بارك الله وفيك هناك شي كوائرات بالشوكولاتة الوليدات كي يجمعونك معهم المدراسة ومو في يدي ان شاء الله ايه تفضلي فيهم السكيلو ديال العدس البلدي يعني اذاك العدس ديالنا البلدي اللي كيكون شوية هكا الحبه دياله كبار شوية وحمر هو ايه وخا ايه كننقى وهو نغسله ونحمره شوية اهه وكنتحنوهم زيان وكننغرب له ايه نحاول نغرب له وكننخليوه جانبا لدينا واحد الزلافة ديال المكسارات يعني فيها هلوز قرقاح بيستا سيدة على حسب ذك شي اللي موزز كنهرمشوهم شوية اهه ونجوج معالكبار ديال زنجلان محمر ومطحون وعننا سكيلو ديال الشوكولاتة يكون نوعية مزيانة مدوب وعننا القويغطات مهم تصسبة طريقة نعود المقادير نجولو ديال العدس البلدي اه لي كيكون يعني الأحبة ديالوراها كبارين شوية ووهو ليكون كبير وهو حمر في اللون كننقى وهو نغسلهم زيان وكننحمره شوية وانطحنوه ونغرب له دروري انغرب له مزيان كنخليه وجانبا وعننا واحد زلافة ديال المكسارات يعني لوز قرقاء بيستاة موهم السيدة اذلك شي اللي عندها يكونوا مهرمشين يعني أرقاق شوية وعنا جمع الكبار دي لزنجلان محمر ومطحون وعنا السكيلو دي الشوكولات يكون نوعية مزيانة مدوب وعنا الكويرتات بالنسبة للطريقات نخلت نخلت المكوينات كاملة مع بعضياتهم وبدأ نجمع بدك الشوكولات فكيت جمع لنا الخالد كان نشكلهم كويرت وكان نديرهم في ذلك الكويرتات وكان نجمعهم في شبواتهم وكان نحتفظ بهم في تلاجهم وكان نعطيهم ولداتنا يديهم معهم المدراسة نديرهم ليهم في بواطة ويديهم معهم كالكوتي ايه لا تكسحة بارك الله عليك مفيدين ايه فعلا كيف قلتيني ومزيني نديرهم معهم المدراسة يديهم الطاقة بارك الله عليك عندي بانكيك بالبطاطة حلوة أنا جوجي حباتي البطاطة حلوة يعني موين مقطعين مربعات وكنفورها هنا ثلاثة البيضات وعناها قبيصة دي الملح وعناها معارخ كبار دي السكر سانيدة ايه وعناها واحدة كيس لفاني وعناها قشور دي الليمون او الحامض وعناها سكاس دي الزيت وعناها كاس دي الحليب وعناها جوج خمارات ايه وعنا معلقة صغيرة دي الخل ايه معلقة صغيرة دي الخل نسبة لزين لدينا السلطة دي الشوكولاتة ولا العسل على حسب السيدة باش مما بغت ترافقهم ايه نعود المقاديج جوج حبات دي البطاطة حلوة يعني موين مقطع مربعات ومفورة مهه لدينا البيضات قبيصة دي الملح جوج معارخ كبار دي السكر سانيدة واحدة كيس دي اللفاني وعناها قشور دي الليمون وعناها الحامض نديره نسس كاس دي الزيت كاس دي الحليب جوج خمارات وعنا نسس معلقة صغيرة دي الخل وعناها تزين ايما السلطة دي الشوكولات ولا العسل لحساب دي الشي اللي بغت سيدة نخلطه المكونات كاملة في الخلاط يعني حتى تتحلينا دي البطاطة مزيان مهم وعادة كن نزيده ديك الزيت شوية بشوية ايه كن منبعث كن نفرغت لخالة شي ايناء وكنزيد عليها الخمارات وبدان نطيبه يعني نخليه واحدة عشرين دقيق وبدان نطيبه في مقلاء اللي ما كنت لستقش وكان نرفقه كما قلتي ما بالعسل واللسلطة دي اللي تشفرك يجو هائلي ايه واك الله عليك اللاعتك صحة ايه نعطيك واحد طاجين طاجين ديش بلدي ايه لان ارسلك يجي رائح بالبسلة مع اسلة ايه نزيده بالبسلة مع اسلة ايه بالنسبة المقادر انا واحد الفروج بلدي او كروازي من الاحسن مو يمكن بلدي كن نقي وهو نقطع على اربعة ايه انا جوج حبات ديال البسلة مقطع دوائر وعنا شسر موله فاشر نرقده هذي دجاج انا شوية البزار شوية الخارق بلدي ونحن يلقى كبير ديال اللب ديال المصير مقرب عند شوية ديال ملح وعنا شوية ديال تحميره وعنا شوية ثلاثة لفصوص ديال تم حقوقين وعنا واحد ملقى ديال قذبورة مطقوق وعنا شوية ديال سكين جبير وشوية ديال الزافران حر كنحكوها كبين الدينة وعنا راس ملقى ديال القرفة وراس ملقى ديال كامون نمتدر نسماعيل قديل الهريسة ونسماعيل قديل الهريسة يعني الهريسة دروري ما يرى ما كنا نأنها نهائيا وحر نعم فعلا تقوم بما يتعطي للدس بحر نعم هذا ما كان انتهى لديه أنه لديه وديه ملحك الحار ولكن هذه الرشة بحر قبيصة أعني بالصرحة تدر فرق يا جيمز نعم لديه أما زيت أرغان أما زيت البلدية لديه زيت البلدية بلسبب الزياء أربعة تحبات كبارين لديها لسخة كبارين وعندما سوف نعسلهم من بعد وعنا بيط السمان نسلقوه و ننقيوه و ندوزوه في البافو نعود طريقة ولا نمشي و أخا؟ لنسبة الطريقة لدينا فروج بلدي السيدة لا لدي بلدي دير كروازي أو دير عير رومي ننقيوه و نقطعوه على ربعة نعود حبات كبارين دير البصله و نقطعوه دوائر و نشرموله و نرقدو هذا الجهج في شوية البزار و خرقهم بلدي و معلقة كبيرة دير اللب دير المصير و نعود شوية دير الملح و شوية دير تحميره و عنا ثلاثة تلصص دير التوم محقوقين و واحد معلقة كبيرة دير قزبور من دقوق يعني قزبور طريق و شوية دير سكين جبير و شوية دير الزعفران حور هكا تنحكوه بين يدينا و نعود معلقة دير القرفة و نعود معلقة دير كامون و عنا نفس معلقة دير هريسة و نعود شوية دير السمال الحار و كاس إما دير زيت أيرغان و زيت بلديا و نقبل زيت أربعة الحبات كبارين دير بصله كم شنفة و عنا البيت دير السمان كنسلقوه و ندوزه في البابو نقبل طريقات ناخده واحد البور كنديرو فيه جميع العناصر اللي تكرت دير الشرموله إلا ذيك الزيت نخلطه بشوية دير الماء و نشرمله في ديك القيطع دينا دير الجاج من الأحسن نرقده هذا الدجاج هذا ليلة كاملة حتى الغدلي كناخده طاجين يعني طاجين دير طين نديرو فيه ذوك زوج الحبات اللي ذكرت اللي بصله لدوائر و نستفوق منه الدجاج و نديرو في هذا الدجاج هذا كنديرو عليه ثلاثات الحبات ديال ديال التمر اللي ما تيكونش مأسل و اكيد ان شاء الله ترجع التواصل معنا للمالكة قد نخدوه معنا عائشة من الدر بيدة ألو عائشة أصبح النور أصبح الخير أصبحتنا بس عليك كل شي مزيان الأمور بخير الله يبرك فيك مرحبا عائشة و نبغي نقول صراحة سعيدة جدا أبارح يعني تلقينا في المناسبة للولد الحجة تريد كاكي وتحية كبيرة الحجة تريد كاكي تمنى أن تكون صبحة على خير وتحية لكل مستمعات صراحة لتلقيت بهم يعني بما فيهم يعني عائشة سعيدة ساميرا حديدو هندساوي سيهم أيت ناصر من أسفي فردوس إيطي خديجة بالخباس للنائمة و للفريدة اللي اعطيهم صحة ومجمعات الأمورة بعد يالخير صراحة فرحنا و كذلك الله يبرك فيك و تحية كبير الستيليست و مختصة فتزيل على رئيس سليمان مناني صراحة كانت يعني انجلسة يعني موميزة وبالأفرح إن شاء الله إن شاء الله جميع يا ربي أمين إن شاء الله و يسعدوا يا ربي كريم يا ربي أمين اختك عائشة تفضلي أنا أعطيك أميه و أنك يذكر في سبارك الله النجال كويلة أنا أعطيك أحد صالحة النجال كذي يزوينا كنا نأخذوا ربعة نجالات أو ثلاثة أو اللي موجود كان شوهم فوق البوطة و ندروا بلاستيكة حتى يدبلوا و نحي دروا مجلية فلسفقانية كان ندعاكم شوية فورشيت أو اللي كدعاك اللي كدعاك اللي كدكون في الكوزينة فقد ندروا شوية الحامض شوية ديال كامون شوية الملحة و شوية البزار أو الشونية اللي يبادة ديال الحارة تديرو و كان كونو شوية دريشات تعدتهم و درناك و كاسروننا فوق الماء حتى كيقولنا بحالبهم و كانت هما كان ندرون مع ذاك التنجال و كان قدموه بارد راك يجي وعر زا ما كيجي ثلاثة وعره وبما أننا حنا دبا فصل الساعة أنا أعطيكم واحد اللي بيصارة كذي يزغينه ايه اذا وقسانيت فيحل تكسيليكي ناخدوا واحد نسكيلوا ديال الفول و رابعة ديال الجلبانة و كان نخلطوه و كان نحطوه مع الجناب كان ناخدوا واحد جوجمات مغاشة لديولوميين Eli كان نبي يسبب الموايش subt 57 كان نضر التون aggressive من ما عندما نكون ذاكت حانا ديال جوجة و كانت تحيعزنا نديل ث pop هذه أحيانة الوصولاتية كبيرة ونحض اللعبة فتنجدها مع الفول ثم نحض ديشة خمسة وأوضها يوم برسطة التومة ومليحة كفية نحضر التنسيق ونقضع الكوكود حتى نطلبوا حلقة جيدة ومن رئيسة فعب واحدة ندعه على مناف الخلاط الكهربائيه جيدة ولنضعوها مع العناصير الأول واليدوية نعطيها حتى نقوم بتاءال مطيط نمّل ملح واللوم شكرا لك بثاف且 تبارك الله عليك وسلم على الجميع تبارك الله أنتم منورات البارح تبارك الله عليك صرحك الله بارك الله إذا نتمنى تكون هنا سجلتوا معنا هذه الاقتراحات وما تنسوش على أنه العديد من الاقتراحات ستجدوهم في موقع lalaplus.ma خاصة مع العطلة للوليدات إذا كنتوا أي اقتراح ممكن أنكم ركزنا على حويجات لهم خاصة بالوليدات كالعادة يكفي أنكم تدخلوه في إنترنت كتبوغي lalaplus.ma لن تدخلوه ستجدو الموقع الرسمي للاplus وكذلك حتى الحلقات للامولاتي عقلوه على التاريخ ركينين مكتوبين الحلقات يعني الأرشيف ديالهم واللي بغى أنه يأخذ فقط غير المقادر والطريقة ديال الشيوات سواء اللي كدوزو معنا أو اللي كنقترح عليكم ففي نفس الموقع فين كينين يعني دوك الفقارات اللي هما أنا قاو ديك وروح دك للاplus وصحة وجمال وحلقات للامولاتي فغادي تلقاوه زعينيكم غير شوية الفوق هتلقاوه F اللي هو الرمز ديال الفيسبوك فمجرد ما غادي توركو على ديك F يعني غادي اديكم مباشرة الفيسبوك الرسمي تابع البرنامج اللي مولاتي واللي غادي تلقاوه فيه كل وصفات المقادر والطريقة بحالة بها يعني غير ما بين نهاية الأسبوع واليوم فراح كينين مثلا حطين محنشات مقرمشين يعني بالعجينة ديال الرغيف يعني كي يجيوا الرغيف على شكل محنشات منزلين معقودة بالجبن في الفران منزلين كذلك يعني اقتراحات يعني ساهلين وبساط وفي متناول جميع السيدات ورغاي بقوا عندكم المقادر والطريقة مباشرة لانه دائما مستمعات كي يحيرو فين هو الفيسبوك الرسمي والحقيقي ديال اللي المولاتي فراه من اللي مولاتي فراه من اللي مولاتي فراه من للا مولاتي إلا وركتو على F غادي اديكم الفيسبوك ديالنا كين كدلك فارايرا مالحين بجبن وزعتها حتى هما كيجيو ساهلين وكيجيو خفاف كين كذلك وديك الكيكا ديال ديس باسيتورة ما زال عود نزلناها ولكن بشكل مختلف من عند المستمعات ساميرة أعطتها واحد لشكل مختلف اللي تبغي كيكا ديال الليمون فكين كيك ديال الليمون بالصوص بالسلسة ديال الليمون كذلك كين يعني بزاف ديال الاقتراحات منوعين ما بين حلويات واقتراحات للغضاء أو لا يعني شهوة الخفاف للعشاء كين مثلا بسيتلات ديال جاجون نوغاتين فراه كين بزاف ديال الاقتراحات وكلهم كتوبين فقط مقادير وطريقة بسبوصة ديال تمر كنا عطيناها وراه كين كذلك الوصفة ديالها فغير بالنسبة للسيدات لربما تيكتبوا للغمولاتين مثلا في الفيسبوك وكيخرجوا لهم بزاف ديال الأسماء يعني متشابهة بما فيهم يعني الصور ديالي فحاولوا أنكم من لوسيت من الموقع ديال للا بلوس بوائما غادي تمشيوا مباشرة تشوفوا الموقع ديال للا بلوس يعني را كين أفكار كين اقتراحات في الأناقة في الجمال في الدكور وكيف قلت يعني لنا هزيتوا عنكم غير واحد شوية غا تلقاوا الرمز ديال اف ملي توركوا عليه كيف مدى بأنا يعني كوركت عليه يعني اف مباشرة تدني الفيسبوك ديال للا مولاتين بالمقادير والطريقة را غا تلقاوا للا مولاتين عسان أكيناني وكين كذلك ممكن وصفات كين كذلك إلي عندكم أي اقتراحات تبغيتوا تنزلوهم يمكن لكم أنكم تنزلوهم وفي نفس الوقت را بشكل يومي كان قرأوا تعليقات ديالكم وكان حاولوا لأنه كنلقوا بتنساق يعني مع الفريق ديال للا بلوس اللي كان وجلوا متحية كبيرة على المجهودات اللي كيديروا خاصة لمياء برة فكان حاولوا أننا ننسقوا وكي يعطوني يعني أهم طلبات ديالكم يعني شنو هم الأطباء اللي كتبغونا أننا نجيبوهم أو لخبراء اللي كتبغوين أنهم يحضروا معنا أو لبعض المشاكل الصحية اللي بقي ما تكلمناش عليها بغيتونا أننا نهضروا عليها كذلك سيدات كيباتوا باقتراحات اللي بغوين أنهم يدوزوهم يعني بغوهم أنهم يدوزوا معنا في البرنامج فكيعطوا طلبات ديالهم كذلك وصفات باش على أساس توجدهم لنا خبيرة الشعر والتجميل حرية شوية فكنحاولوا أننا نقرأوا كذلك نشكركم بزاف فعلى كل تعليقات ديالكم اللي كتبغوين لنا على كل تجاعة ديالكم الحمد لله نتمنى ونكونوا دائما عند حصن ضن ديالكم وصراحة سعيدة جدا بتواصلي معكم لأن الحمد لله كنتفاعل كبير من خلال صفحات ديالفيسبوك للأمولاتي وأكيد إن شاء الله المزيد من الاقتراحات والوصفات وكيف قلت إلا عندكم أي اقتراح أو لأي طلب ومقبرش لكم الخط من خلال برنامج اللأمولاتي فدخلوا الفيسبوك للأمولاتي وخليوا يعني التعليقات ديالكم معنا غادي نتوقفوا مع فاصل ومن بعده غادي ناخدوا يعني المكالمة آخر مكالمة لأسف من قاشنا الوقت نتوقفوا مع فاصل غنائي ونرجع ورجعنا لكم مستمعين وغادي نختموا بآخر اقتراح من عد بعثات وليل مستمعة سناء ومشرف لكم وجلات تحية كبيرة بنسبة لهذا الاقتراح اللي هو مناسب فعلا بنسبة الوليدات يعني شربة ديال القرعة الحمرة والقرعة الحمرة فيها فوائد كثيرة يعني ومؤخرا كتكن قراء واحد المقال يعني لأكدوا يعني صبح الله العظيم يعني القرعة الخضرة إلى التكالة وهي طرية يعني مفيدة عند بزاف ديال الفوائد بما فيهم هاد الفوائد كتساعد الوليدات اللي عندهم توحود اللي عندهم صعوبة في النطق على أنه صبح الله يعني ماشي كتعالج وإنما كتساعدهم على أنهم يتحليهم ذاك المشكلة التدريجية وميبقاش عندهم ذاك الأذمات كيف كي يجيهم فحاولوا أنه على العموم يعني لوليدات على العموم حاولوا أنكم تعطوهم القرعة الحمرة مطحونة ولكن خضرة يعني طرية ماشي القرعة الخضرة يعني هي القرعة الحمرة تكون طرية على أساس أنه نحيدونا ذاك الخوطات نحيدو له هذه القشرة التيحتانية نحيدو ذاك الزريعة الزريعة نحاولو نجمعوهم كيمية كثيرة فقم نديروا كسكسو أو فقم نديروا شربة فران أو الشمش دبما الشمش قليلة أحاول أنكم دخلهم فران طيب توكيكا أو خبز هو مازال سخون من التفايل الفران هو مازال سخون دخلوا هذه اللطة فيها هذه الزريعة ومن بعد ستقرمل يعني ستنشف ولكن تحنوها بالقشرة لأن القشرة فيها فوائد والدخل ديالها فيها فوائد غير هو من اللي تحنوها في عنده تحنوها المرة اللولى وغربلوها مزيان وعودوا تحنوها حتى تغربل تولي منيلة يعني تولي رطبا بحل سكر غلاسي باش ما تخبش مواله ودروها في قرعة ديال الجاج ضروري قرعة ديال الجاج وصدوا عليها وخليوا فوق البوتاجر باش بقوا دائما أولى في بلاكار قريب لكم ودائما بغيتوا تدروا شربة أو لا زيدوا هالوليدات في الخبيزات أو في الحرشة لأنها ماضي شبان مهمة بزاف عندها فوائد كثيرة ممكن أنكم تعتوها الوليدات في الليل حليب هكا دافي وديروا معلقة وخاصة الوليدات اللي تيجوا محنيشات بزاف فرها مفعالة جدا ومهمة بزاف هذه بالنسبة زرعة أما بالنسبة القرعة الحمرة فحاولوا تعتوها الوليداتكم على شكل عصير يعني القرعة الحمرة تكون خضرة يعني طرية ما طيباش ما مفورة ما والو تحنوها مزيان حيضوا لديك الخيوطة تحنوها مزيان ومع التمر يعني في الوصفة ضروري بالنسبة الوليدات يعني تحنوها مع يعني حبات التمر تحنوها معهم وذلك الساعة ممكن تدروا العصير الليمون مع القرعة والتمر ضروري القرعة الحمرة مع التمر غير هما الإضافات تزيدوا الليمون مثلا المون الزيد الألاناس مفواكيه تكون تهياترية يعني ما ندروا الليمون يعني المعلب حاولوا أنكم تخوفوا فطرية فهذا العصير فعال يعني ممكن أنكم تخلطوه مع البربا كين بزاف دي نيكيوي المون آناناس عصير دي الليمون مع القرعة حمرة فرها كي يجيزوين وفي نص الوقت عندو فوائد كتيرة هذين نختمو بالقرعة قلنا الشربة دي سنة أم شرف رابعة دي القرعة حمرة جوج حبات دي البطاطا بصلة وحدة شوية الملح بزار ممكن نضام البلنة والممكن على أنكم نضيف العطرية اللي بغيتو رابعة القرعة حمرة جوج حبات البطاطا بصلة وحدة الملح اللي بزار شوية جزيت هذين نقطعوا القرعة الحمرة والبصلة وغذين نضيفهم فطنجرة في المال كافي ونخليهم مطيبون الخضراء كالطيب مع الماء من اللي كي يطيبون لنا ديك ساعة نطحنهم يعني نفتحانا بطريقة العادية ومن بعد من اللي نطحنهم فق نرجعهم للعافية ونضيف لهم جوج فرمجات من ثلثين أو لجوج فرمجات من مربعين مع معلقة كبيرة ديال الزبدة وممكن نزيد نسكاس ديال الحليب اللي تبغي القجدة الطرية يدير ها لك خين فخش اللي ما بغاش حليب نديروها فمن اللي نطحنها نرجع العافية ونزيد لها جوج فرمجات من ثلثين ولا مربعين ومعلقة كبيرة ديال الزبدة ونضير نسكاس ديال الحليب او لما معلقات من القجدة الطرية ونخلي واتد تختر لنا وتعقاد ونقدموها مع طريفات هكا الخبز ممكن نرشوب بشوية ديال المعدنوس او لشوية سيبولة التوم القسبي فكا جلدي ديال بزيف اللي عنده مثلا طريف ديال الهبر ديال الصول او لهبر ديال الحوت غير الهبر بوحدة ره ممكن انو المكالمتكم الهاتفية نتمنى لكم بقية اوقات ممتعة جدا برفقتنا على ميد راديو الاداعة القريبة